سهل كثيرة بتأتينا وازدادت بعد الرسالة اللي وجدتها بالأمس لأشقاءنا وأهلينا في تونس وخصوصا جماهير التراجي والدعوات العنيفة والتي تتصاعد من نفوس غاضبة يستغل لها كمان أصحاب نوايا خبيثة على مباراة العودة في نهاي البطولة الإفريقية أنا مباراة طالبنا الجماهير التونسية أنه حقيقة أنه جسد الأمة ليس يحتمل مثخن بالجراح ولا يحتمل أكثر من هذا وأن هذه الدعوات مرفوضة تماما وأنا أذكرهم بأن وسائل الإعلام اللي بتلعب سواء في تونس أو في مصر على هذه الحكاية ممولة تمويل لا يخفى على أحد إماراتي وخليجي بشكل باشع وليه مصلحة أنه يحط قنابل دخان في كل حتة دلوقتي لكي ينقذه طال منشاره شخص ما في المملكة العربية السعودية زهما وصف وأردوغان بعض الدعوات المرفوضة بكل الأشكال بكل الأشكال اخترت لحضراتكم منها واحدة بناء على طلبات جايالنا من ساعة ما الناس عرفت أن معنا الشيخ بشير بن حسن ليوجه رسالة حب لهؤلاء وهؤلاء تعالوا نسمع الأول رسالة الكر اللي مرفوضة مننا جميع بربي 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 يا دولة يا حكومة يا وزارة داخلية يا قائد السبسي يا استغفر الله العظيم رأوا لي صار في مصر رأوا مربعة كبابلة رأوا الشعب المصري عمره ما كان بش يوسر كما يقوله هو ما يعلم علينا سايبونا ردبالكم ردبالكم ووذي المكشخي الكل شعلوها شعلوها الدنيا شعلوها ردبالكم انتو ما يخيهوما عندهم رؤسية وعندهم جمهور وعندهم بوليسية واحنا ما عانيش في رادس ردبالكم تدخلوا حتى بش تقولوا صليوا عني بي على خطر عليا العباد في الده تحقرنا شعب عايش عالفور شعب بصاص بي وش يجيه يكرب علينا نحن خلينا يجيبوا حقوقنا وخلي العباد هاي اللي تتصرف خلي الجمهور متعلوا للدولة ترجيه طوا يعرف كيفاش يجيب حقوق كما يجيهو يجيهو تتفرجو وتوانزا شنوبش يعملو فيكم وحق رسول اللي لما يجيهو 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 تنقلو لكم يا باشاو أم الدنيا بنأسف تماماً لهذه الكلمات التي جاءت من هذا المشجه وهذا ليس الشعب التونسي ده مش كلام مصاطب حقيقة وليس معبراً عن الشعب التونسي وأعود وأكد تاني لليوم التاني على التوالي وده دليل اهتمامنا وأهمية هذا الموضوع إن الأمن في مصر ليعبر عن الشعب أي تجاوزات حدثت من الأمن المصري ضد الجماهير التونسية ليست معبرة إطلاقاً عن الشعب المصري إحنا شعب تحت الاحتلال الأمن المصري ليس معبراً إطلاقاً عن هذا الشعب بل هو يستعبد هذا الشعب بقولك شركة بريزنتيشن اللي عادي الناس تروج إن الناس قعدت معها الحكام قعدت معها دي شركة مخابرتية وباللسان رئيس الاتحاد المصري شخصياً من مؤتمر صحفي أعلنها أكتر من كده كيف تجد هذا الدعوات وهذا التوقيت التي تريد إشعال الأمور والتي تنتشر ونرصدها حقيقة بارتفاع ملحوظ فضيلة الشيخ أولاً هذا التصريح النابي الذي تضمن هذه الكلمات الجارحة والمقرفة لا يمثل إلا صاحبه وأنا أدعوه من هذا المنبر إلى أن يستغفر الله عز وجل وأن يعتذر لإخوانه لأشقائنا المصريين الذين هم إخواننا في الدين وفي الإسلام وفي العقيدة وهذا التصريح لا يمثل الشعب التونسي بفضل الله يا جماعة الخير بارك الله فيكم كفى جسد الأمة الإسلامية تمزيقاً وكفى حروباً وكفى فتناً هؤلاء الطغاة يريدون اصطناع مزيداً من الخلافات هذه سياساتهم هي السياسة الفرعونية المتجددة إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاً شيعاً يعني فرقاً فتفريق المجتمع بمثل هذه النعارات في صورة الترفيه كلها مقصودة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الحارقة نحن لا نحرم الكرة إن كانت في إطار التنافس الشريف أما أن تتحول إلى حروب طاحنة وسباب وشتائم وربما ضرب وضارب ومضروب وتسيل لأجل هدماء وربما تسقط أرواح فحينئذ تصير من عمل الشيطان كل ما أدى بالناس إلى الخلاف والصراع فهو من عمل الشيطان كما نص الله على الخمر لماذا حرم الله الخمر والميسر لماذا من آظم إلى التحريم ما قاله الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ما الذي استفدناه من الكرة الله بارك فيك لو ربحت الترجي يا الله يسيدي أو ربح الأهلي أو ما أدري ما الذي استفدناه هب أن الآن العرب العرب متخلفون حتى في المجال الرياضي يعني نكسوا رؤوسنا في كأس العالم الأخيرة وهذا إنعكاس نكون الأخير مصر كانت الأخير الأخير سياسة الفشل العربية تنعكس على المهدين القروية عفوا لا شك السياسة الآن الفاشلة تنعكس حتى على المجال الرياضي وبالتالي نحن كما قال علي بن أبي طالب حينما مر على بعض أهل الكوفة وهم يلعبون وقد انشغلوا باللعب عن يعني الأمور المهمة قال ما لهذا خلقنا نحن لا نحرم اللعب والترفيه على النفس لكن هل هذا هو المقصود من وجود الإنسان في الحياة وحتى إذا حصلت المباريات والنفرض أننا خسرنا والنفرض أننا ربحنا لا والحاكم غلط الحاكم تجاوز أحرقوا بيته أحرقوا بيته تصوروا لو كان في البيت عائلة وأطفال ما هذه الهمجية السعودية والإمارات بيبحثوا مستعدين يدفعوا أي حاجة عشان الدنيا تولع نعم عشان يتنسي الموضوع الرئيس واللعب اللي حصل في تونس ليس ببعيد لإخواننا في تونس الأمن المصري عامل مدبحتين في الجماهير المصرية مدبحتين مدبحت قتل فيها 74 ومدبحت قتل فيها 20 أي إيه المطلوب تاني عشان تعرفوا إن إحنا شعب مقهور مش معبر عنه عن حاجة يعني واحد بيقول لي دلوقتي تنسي بعد يقول لي معتز أنا بحبك أرجوك امسك العصايا في النص يا أخي مالي هذا في هذا الموضوع أرجوك عشان أحوزوا بالمعرق ممسكناهش مع الحكام هنمسكها في الكرة يا رجل عصايا تللي في النص اللي في الكرة دي سبحان الله لا تخرجوا المباراة من ملعب المباراة تخرجوش الموضوع أمة مش مستحملة وتلاقي دا ويقول لك وقصة والرواية لا دا وطن مكتمل ولا دا وطن مكتمل دا وطن منكوب ودا وطن منكوب عايز تنصر بلدك عندك ألف طريقة تنصرها خير فرقة الكرة ترجمة نانسي قنقر